السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تظهر اضطرابات طيف التوحد لدى كثير من الأطفال فحسب المنظمة العالمية للصحة يعاني طفل واحد من كل مئة وستين ومع نقص المعلومات في صفوف المجتمع حول طريقة التعامل مع سلوكيات المعانين بهذا الاعتلال انتشرت العديد من المعتقدات الخاطئة وغير المنصفة في حقهم وخلال هذه الحلقة وكالعادة سنكشف النقاب عن أهم وأرسخ المغالطات حول هذا الاضطراب أهلا بك على قناة مغالطات علمية قبل البدء في كشف الستار عن أهم المعتقدات الخاطئة عن التوحد أدعوك عزيز المشاهدة إلى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن انتشار بعض القصص والتداعيات لحالات أطفال وأفراد معانين بطيف التوحد إضافة إلى نقص المعلومات عن أسباب الإصابة وطرق العلاج وحتى كيفية التعامل مع هذه الفئة من المجتمع أدت إلى بزوغ عدة مغالطات لا تمت بصلة لأي أساس علمي وكما ذكرنا آنفا إليك أهمها وأكثرها رسوخا المغالطة الأولى التوحد مرض غالبا ما تكون قد سمعت أن التوحد مرض إلا أنه في حقيقة الأمر هو عبارة عن اضطراب في النمو العصبي حيث يطرأ هذا التغيير على مستوى الدماغ قبل الولادة مما يؤثر على الشخص في تفاعلاته الاجتماعية فتلاحظ بذلك أطفالا بسلوكيات وأنشطة مقيدة ومتكررة المغالطة الثانية التوحد سببه لقاح في التسعينات نشر اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي البريطاني أندرو ويكفيلد مقالا يظهر وجود صلة مباشرة بين لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والتوحد إلا أن العديد من الدراسات الأخرى نفت هذه الفرضية مما جعل ذا اللنسي تسحب هذه المقالة من قائمتها وما ينفي هذا المعتقد أيضا هو عدم تغير معدلات التوحد قبل وبعد التطعيم المغالطة الثالثة الأشخاص الذين يعانون من التوحد ليسوا اجتماعيين مما يشاع على المصابين بطيف التوحد هو عدم استطاعتهم مشاركة أحاسيسهم مع غيرهم إلا أن هذه الفكرة خاطئة حيث أن العديد منهم لديه القدرة على التعبير عن مشاعره وإن كان هذا السلوك يمثل تحديا للبعض الآخر وأيضا فالمعانون بهذا الاضطراب يمكنهم إظهار التعاطف لكن طريقة إثبات ذلك قد تكون مختلفة اعتمادا على تفسير الطبيب المغالطة الرابعة يتجنب الأشخاص المصابون بطيف التوحد الاتصال بالعين حسب الأخصائيين فالأطفال المصابون بالتوحد يمكنهم التواصل بالعين لكن ذلك لا يحدث لهم بشكل طبيعي حيث أن لهذا المظهر دلالة سلبية بالنسبة لهم إذ يبدو كأنه اقتحام لعالمهم ولكن بإرشادهم مع مرور الوقت فبإمكانهم تجاوز هذه العقبة المغالطة الخامسة الأشخاص المعانون بالتوحد لا يحبون أن يتم لمسهم لا يمكن تعميم هذا السلوك إذ يعتمد على الشخص المصاب وأيضا على نوع اللمس حيث أن البعض لديه حساسية تجاه هذا الأمر فقد يمثل له شيئا سلبيا غير أن البعض الآخر بدل من رفض هذا السلوك يفضل لمسات أعمق كتمشيط الشعر وما إلى ذلك المغالطة السادسة يتمتع المصابون بالتوحد بمهارات استثنائية ليس كل الأشخاص المصابين بالتوحد موهوبين لكن قد يمتلك البعض مهارة أعلى قليلا من المستوى العام لأدائهم فقد يكون لديك طفل في سن الدراسة لكنه غير قادر على القراءة وبدلا من ذلك فهو يحل لعبة ألغاز متكونة من 150 قطعة مما يجعلك تعتقد أن لديه مهارة استثنائية إلا أنه في الحقيقة هذا الأمر لا يشمل الجميع هكذا وقد فندنا أهم المغالطات حول طيف التوحد أدعوك عزيزي المشاهدة إلى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديد المواضيع في قادم الحلقات إن شاء الله